أريد أقول كمواطن كلمة لله ثم سبحانه وتعالى وثم لشعبنا العراقي الكريم والتاريخ ولأهالي كاركوك التغير اللي صار إذا بدنا نحس بعيد عن المجاذبات للأسف اللي راح ضحيتها عدد من المواطن الأبرياء في المشاكل اللي صارت قبل ثلاثة سهر تقريبا بين بعض مكونات كاركوك خاصة من أبناء شعبنا الكورجي وأبناء شعبنا العربي لكن كاركوك بدل عمران يتقدم بها صار لتقريبا سنتين ليش لأنه تم افتتاح مطار كاركوك الدولي وسبق ذلك إجراءات مستمرة للبدء بالأعمار الحقيقي وبعد أن افتتح المطار اللي لله سبحانه وتعالى ومن ثم لأهلنا العراقيين وأبناء شعبنا في كاركوك لولا جناب الشيخ القاد العراقي جناب الشيخ خبيس الخنجر لما افتتح المطار كلنا نعرف أنه كان هناك من يضع عدة يعني مسببات اللي هي عثرات أمام أنه يكون في كاركوك مطار لكن هو تحداهم وتحداهم وتحداهم وقال لهم المطار ينجز وراح زار هذا تتذكرون زار كاركوك وزار المطار وشاف مستوى العمل وين متواصل ومن ثم رجع إلى بغداد وبالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء تم اتخاذها الخطوة لإفتتاح المطار المطار سهل من إمكانية أن يكون هناك تطور نوعي في كاركوك محافظ كاركوك الأخ الأستاذ راكان سعيد الجبوري لله وأيضا لأهالي كاركوك الرجل اشتغل من أجل أن تكون كاركوك مستقرة وتحمل الكثير من الضغوطات وتحمل الكثير من التحديات فساندو أوكفويا لأنه أبنكم وهو أخوكم هو يريد مصلحتكم وهذا أيضا ما تحدث به القاد العراقي جناب الشيخ خميس الخنجر يوم من كاركوك شكرا